ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر في تغريدة نشرت له اليوم حذر رئيس الأمريكي دونالد ترامب الرئيس السوري بشار الأسد وحلفاءه الروس والإيرانيين من أي هجمة متهورة على إدلب حسب تعبيره على الرئيس السوري بشار الأسد أن لا ينفذ هجوما متهورا على محافظة إدلب قد يقترف الروس والإيرانيون خطأا إنسانيا جسيما في حال شاركوا في هذه الكارثة الإنسانية مئات الألاف من الناس قد يقتلون لا تدعو هذا يحدث موسكو ردت بالقول إن التحذيرات التي لا تلتفت لمخاطر وجود مواصفة بالبؤر الإرهابية في إدلب تعد نهجا ناقصا وأضف المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف أن هذه البؤر تقوض جهود توصل إلى تسوية سياسية مؤكدا أن الجيش السوري مستعد لما سماه حل المشكلة في إدلب كلام بيسكوف يتزامن مع التعزيزات التي ترسلها الحكومة السورية ناحية إدلب تجيزا للحملة المنتظرة نقوم أخواننا المغاوير في جبهة وطنية بمواصلة الليل والنهار لإعداد الأخوة لمواجهة الحملة الروسية الشرسة الإيرانية ويدا بيد مع الأخوة الثوار في المحرر ونعد شعبنا الثائر بالصمود على الجبهات والثبات في وجه العدوان الغاشم هذا وتعقد كل من روسيا وإيران وتركيا هذه الجمعة قمة ثلاثية في طهران قمة يؤمل منها التوصل إلى تسوية سياسية سلمية تحول دون وقوع كارثة إنسانية في إدلب وضوحيها حيث يعيش ثلاثة ملايين ونصف المليون سوري أبدأ معك سيد أوليفيا وأتحدث عن ذلك في السابق من نسبة لتهديد ترامب ودعنا نقول الأمور تتعقد بنسبة لمحافظة إدلب والمعركة المرتقبة كما ذكرنا في السابق كانت زيارات للضريف في تركيا في سوريا هناك تنسيق هناك قمة ثلاثية في السابع من هذا الشهر ربما لمنع أزمة إنسانية حقيقية وربما محاولة أيضا لعدم الذهاب إلى حاسم عسكري إلى تسويات سياسية بين الأطراف كيف ترى وجهة الأمور فراس أعتقده يوجد هنا عدة أمور ربما يوجد هنا أيضا حرب نفسية ربما أن الضغط الإعلامي الروسي السوري والإيراني ضد إدلب أو سوق أهل إدلب كبير يعبر عن رغبة بالامتناع عن حرب فعلية كي يحدثوا حالة خوف أو ضغط كبير من قبل المجتمع ضد المتمردين والثوار لكي يخرجوا من حالة ربما أقل سوءا مما يتوقع هذا أولا ثانيا الأمريكيون يجب أن يصروا على موقفهم ويجب أن يظهروا أنهم يعارضون عملية عسكرية واسعة النطاق قد تحدث حالة من الأزمة الإنسانية ولكن ما الأمر الأكثر إثارة من نسبة وجهة نظري وتحدثنا عنه السابق قد يكون هناك حالة حرب فعلية مع جيوش كبيرة وألاف القتلى وربما مئات ألاف اللاجئين العالم يتحدث البابا يتحدث الأوروبيون يعبرون موقفهم ولكن عمليا لا يوجد أي خوة أو أي شخص يستطيع منع ذلك لأنه يوجد حاليا حالة عمليا هاتشبه كل شيء محتمل من قبل الجيش الروسي والسوري والعلوي في إدلب إذا حدثت يوم غاد تدهور في هذه المنطقة مع دمج الإيرانيين والسوريين فإن إسرائيل ستكون عمليا وحيدة ضد هذا التهديد إذا فهذا ربما يعطينا إشارة معينة إلى أنه يجب علينا نكون على أهبة الاستعداد للتصرف لوحدنا بشكل واحدي الجانب وبسرعة ضد ما يحدث لأنه في هذه المنطقة يبدو أن الأوروبيين والأمريكيين غادروا المنطقة خارجون رجل اليوم قوة كافية لمنع عملية هجومية روسية ست عداتون في الأمم المتحدة في التعادل الأوروبي وفي الواقع في الفاتيكان وتريزمي وباكرون ولكن من سيمنع ما يستيحدث لا أحد وبالنسبة لنا كإسرائيليين يجب أن ننظر إلى الحالة كحالة جديدة أخذ بالتطور أمام ناظرين لأن إدلب هي حالة عرضية عارضة للشرق الأوسط الجديد إحدى عوارة للشرق الأوسط الجديد والأسف الشديد الشرطي هو إسرائيل نعم سيد رفعي ربما الأمر المعقد ما لمح له الكريملين بأن إدلب أصبحت وكل الإرهابيين وهنا القصد عن جابة النصرة وأيضا وزير الدفاع السوري قبل فترة وجيزة قال يجب القضاء على جابة النصرة بشكل عسكري ربما هذه الإشكالية أو هذا الحديث بين الأطراف الصورة واضحة الآن نحن نرى الآن تحالف بين ثلاث دول الذين يسعون وراء السحب كل المعارضة السورية إن كانت معارضة مسالمة أو لاست مسالمة وتوحيد سوريا وأيضا البدء بحرب عسكرية لتنظيف سوريا وإرجاع سوريا لما كانت عليه بالسابق في بداية أوجها في سنة 2010 هذه هي الأزمة من وين والولايات المتحدة الأمريكية تهدد في ضرب إذا كان هناك كيماوي لأن الولايات المتحدة الأمريكية خرجت من اللعبة الآن من يلعب في الساحة الميدانية هي روسيا وإيران وتركيا هم الذين يلعبون حتى أن روسيا سوريا لن تأتي لهذه القمة يعني هنا يوجد وكيل يتكلم عن سوريا من هو الوكيل؟ هل هي روسيا؟ هل هي إيران؟ هل هي التي الآن تقرر نصير الشعب السوري؟ وهذه هو المغزى من هذه القمة هذه القمة لها مغزى واحد أن هناك حرب وشيكة هذه الحرب ممكن أن تستعمل دبلوماسيا ويكون نتاجها دبلوماسية في هذه القمة الآن أو تكون هناك حرب طاحنة ونحن نرى أن الأتراك تركوا الجبهة النصرة وعدة ميليشيات التي كانت متحالفة معها وتركتها وتصنفها الآن مثلما كل ما يصنفونها بالإرهاب يعني هنا حتى تركيا تمشي بنفس النغمة تغني نفس النغمة وهي تغرد نفس التغريدة وتقول من الإرهاب ومن لسى الإرهابي يعني في آخر المطاف نحن نعلم أن لهذه القمة ولهذا الأهداف هي الوصول إلى ما يسمونه السيطرة الكاملة وأكثر تكلم عنه سيد أوليفيه هو أن السيطرة الإيرانية يعني هنا سوريا لا مكان للبشارة لا أنظر أين سيد يدخل النظام السوري كقوة كسلطة كدولة أنا لا أرى أيضا هذا الشيء أنا أنا أرى إيران والآن أظن أن في هذا السيناريو باتت إسرائيل دولة لوحدها تحارب إيران وتواجه إيران في كل الخطورة وكل الخطوط الحمراء المتواجدة في الساحة الميدانية تفضل نظر الغريب جدا وأنا الأوروبي فقط أنباء وصلت قبل قليل بالنسبة لما تحدثنا عنه في السابق بأنه على خلفية الضربة في سوريا قاعد أركان الجيش الإسرائيلي ألغى زيارة بشكل مفاجئ أو خطاب في جامعة أريال نظر أنك تتابع زيارات رئيسية الأركان الإسرائيلية كل احترام ولربما لديه العديد من الأسباب لعدم الزيارة في المنطقة ذلك دعنا لا نتطرق لكل تقرير في سوريا بالنسبة لما يحدث مع زيارات رئيس ساحة الأركان ولكن الاتعادر بذلك كان يخشى ويقلق لهذا الحد إلى الحالة الإنسانية للعالم بالشكل العام وفي سوريا بشكل خاص وفي الآن ذاتي عندما تحدث أمور كما يجري في سوريا يدير مفاوضات مع الإيرانيين الذين هم جزء من هذه الكارثة كيف أن تفهم كيف يمكننا أن نتقبل اليوم في إسرائيل وفي الولايات المتحدة أن الاتحاد الأوروبي والاتحاد الأوروبي ذاته الذي يبكي من اللاجئين ويبكي للفلسطينيين يدير مفاوضات ويعزز ما كانت إيران الهجومية بل إنهم مستعدون أن يدفع لهم الأموال كي يبقوا ضمن هذا الاتفاق بذلك أنظر إلى هذا الأمر وهو مهم جدا لأن اليوم الشخص تأخذ بالتغير والاتحاد الأوروبي يلعب هنا دورا مزدوجا بل إن أقول لك إنه تلون كبير من قبل الاتحاد الأوروبي كيف ستتصرف في الغد عندما يموت ألاف الأشخاص من قنابل إيرانية ونار إيرانية وفي الآن ذاته سيواصلون البكاء والنحيب على هذا الاتفاق الذي انسحب منه الأمريكيون هذا أمر لا يمكن تقبله ولكن هذا هو الواقع هذا الواقع قائم أيضا وأكرر إن قوانين اللعبة تتأخذ بالتغير بشكل كامل وبما أنه لم يعد هناك قوانين واضحة يجب أن نكون على يقظة كبيرة وربما هذا بالفعل يشرح إلغاء زيارة رئيس هيئة الأركان الإسرائيلية لأنه يجب أن يكون على يقظة أيضا بما يجري نعم نبأ إلغاء زيارة أيزنكوت إلى أريل هو نبأ إسرائيلي ليس من سوريا من الإعلام الإسرائيلي قال بأنه ألغى خطاب له في جامعة واضح ولكن لم يقول لماذا ألغى نعم أسباب كثيرة لا يبدو لكن قيل على خلفية ما يجري في سوريا لكن أعود بك إلى الموضوع وذكرت قضية تركيا يقال ربما بأن تركيا هي العقبة الحقيقية أمام قضية إدلب وحتى زيارة زيارات الإيرانية إلى تركيا من ضريف وبعد ذلك إلى دمشق وكأنه ناقل رسائل من أنقرة إلى دمشق جراء أو ما سوف يجري في محافظة هناك اتفاقات سرية أكيد أكيد اتفاقات سرية بين تركيا وروسيا وسوريا وإيران ومغزى هذه الاتفاقات أظنه أن تركيا تريد شيء واضح الحدود التركية عدم إعطاء حق سلطة ذاتية سلطة ذاتية للأكراد والحفاظ على الحدود التركية إذا تركيا حافظت على هذا الأسس على هذه الأسس على هذه البنون هذه البنون وهذه الأشياء الأساسية لمفهومها الأمن القاومي أظن أن تركيا لا عندها مانع بأن تدخل بحرب أن سوريا وروسيا يدخلون بحرب على إدلب وتطهير إدلب وأيضا هناك تطهير ما يسمينه بالإرهاب يعني تصنفون من هو بالإرهاب والغاية من هذه أن التنصيق مع تركيا لكي لا يكون هناك تصادم هناك عدة نقاط حول إدلب هي نقاط تركيا المتواجد الجيش التركي متواجد هناك لا يريدين تصادم مع الجيش التركي يريدين أن يصنفوا من هو الإرهاب يريدين أن يصنفوا من هو داخل إدلب وجيش السوري عليه أن ينظفه هذا ما هذا هي مغزل حرب كلها وهذه التنصيقات هي معنى واحد تنصيق مع تركيا والحفاظ على الأشياء المهمة لتركيا الحدود التركية هذا ما كان تريده تركيا كل الوقت ولا تريد تركيا أيضا أن سوريا تذهب ما قبل عدة سنوات من قبل 100 سنة حبل الأسكندرون على سبيل المثال لا يطالبون هي تريد أن تبعد كل هذه الأشياء لكي لا يأتي مستقبليا حتى يطلبوا أن حبل الأسكندرون أن يرجع لتركيا إلى سوريا نعم سوريا تطالب بذلك في الأخير على لسان وليد المعلم فقط قبل أن ننهي هذا الملف أعود وأذكر بأن وكالة سنة السورية أعلنت عن استهداف إسرائيلي لمواقع إيرانية في منطقة وادي عيون في ريف حماوة بأن الدفاعات الجوية السورية تصدت لبعض الصواريخ أو الطائرات غير معروف حتى الآن كيف كانت تمت عملية أو آلية القصف من قبل إسرائيل وفقه مصادر سوريا وأيضا مصادر سوريا تؤكد بأن هناك إصابات وعلى ما يبدو قتيل واحد في هذا القصف والإعلام الإسرائيلي اتحدث قبل قليل عن إلغاء لقائد أركان الجيش الإسرائيلي قادي أيزيكوت لخطاب له كان في جامعة في مستوطنة أريئيل أوليفي رافوفيتش ضابط سبق في غرفة العمليات في الجيش الإسرائيلي شكرا جزيلا لك سيد رافع عبو طريب خبيب شون شكرا لك أعزائي مشاهدين سوف نخرج لفاصة بصير ونعود من بعدين المتابعة للنحفات المتبقية ابقوا معنا